رأينا في العرض الأخير أنه إذا أردنا أن نأخذ A زائد B مرفوع للقوة N وإذا كانت N في الحقيقة أكبر من 2 لكن بشكل خاص في الحقيقة أكبر من 3 من الواضح جدا أننا سنضرب باستخدام خاصية التوزيع أو إجراء عملية ضرب لمتعدد الحدود أو فويل أو كيفما تعلمتموها إنها واضحة جدا ومن ثم قد تعلمنا أن نظرية ثنائية الحدود والتي تقول هذا إن ذلك يساوي المجموع من K تساوي صفر إلى N لN فوق K كان هذا ما تعلمناه في التوافقيات كمعامل ثنائي الحدود ولهذا السبب يسمى بمعامل ثنائي الحدود في الواقع معامل نظرية ثنائي الحدود لـ X لـ X للقوة N آسف لازلت أستمر بكتابة X دعوني أعدل ذلك إضافة تلاجع هذا يتطلب وقتا طويلا دعوني لا ليس هذا ما أردت فعله دعوني أمحوه حسنا لازلت أستمر بكتابة X يمكنه أن يكون X لكن بالتالي هذا يجب أن يكون X كذلك ربما أنا علي القيام بذلك لـ A للقوة N ناقص K مضروبة في B للقوة K إذن كل عبارة كما تعلمون أن N تبقى ثابتة لكن كل عبارة تبدأ من K تساوي الصفر وتستمر بالزيادة وقد قمنا بحل مثال لإيجاد A زائد B للقوة 4 في العرض السابق وكما رأيتم إن ذلك كان واضحا لكنه أقل وضوحا من عملية الضرب وإذا أصبحت سريعا في حساب N فوق K لقيم K و N المختلفة فيمكنك أن تكون سريعا بإنصاف إذن ما أود القيام به هو أن أوضح لكم طريقة أسرع بقليل مما قد فعلناه إنها طريقة أسرع نوعا ما لحساب معاملات ثنائية الحدود ثم بعد ذلك سوف أوضح لكم طريقة سريعة جدا تسهل من حفظ المعاملات وفي الواقع أعرف بعض الأشخاص الذين ابتكروها إنها طريقة مذهلة لضرب أي ثنائي حدود إذن ما هي طريقة السريعة للقيام بذلك؟ حسنا لقد أعطيت تلميحا في العرض الأخير بحيث كانت تلك المعاملات عبارة عن عبارات لمثلث باسكال إذن ما هو مثلث باسكال؟ فإذا بدأت بواحد ومن ثم انتقلت في الواقع دعوني أقوم بهذا حسنا دعوني أقوم بهذا هنا في الواقع دعوني أبدأ بواحد وما ستفعله هو تأخذ مجموع كل من هؤلاء إذن هذا يساوي اثنين ومن ثم تنزل واحد إلى الجانب الأيسر والجانب الأيمن ولاحظوا أنه يوجد معاملات لأ زائد بي تربيع وهذه هي معاملات أ زائد بي يمكنك أن تقول أ زائد بي للقوة واحد واحد ا زائد واحد بي هذا يساوي إذن يمكنك أن تعيد الكتابة ا زائد بي تربيع يساوي واحد ا تربيع زائد اثنين ا بي زائد واحد بي تربيع إذن هذه هي معاملات ا زائد بي تربيع دعوني أغير الألوان وبذلك واحد زائد اثنين يساوي ثلاثة اثنين زائد واحد يساوي ثلاثة ننزل الواحد والآن لدينا معاملات ا زائد بي تكعيب وهو ما قمنا بحسابه هذا هو الشيء الأول الذي قمنا به لقد قمنا بضربه بالفعل ونحن نعرف أن نمط المعامل هو واحد إذن هو واحد ا تكعيب بي للقوة صفر إذن لا يتوجب علينا أن نكتب البي زائد ثلاثة لقد قمنا بتقليل قيمة الأس بمقدار واحد ثلاثة ا تربيع بي زائد ثلاثة ا بي تربيع زائد واحد ا للقوة صفر أي واحد بي للقوة ثلاثة كان ذلك سريعا للغاية ويمكننا الاستمرار بالنزول نحو مثلث باسكال إذن دعونا ننتقل إلى التالي يمكننا أن ننزل واحد واحد زائد ثلاثة يساوي أربعة ثلاثة زائد ثلاثة يساوي ستة وهذا متقن أعني أنه بسيط جدا في الواقع يمكنك أن تعمم معاملات ثنائية الحدود دون وجوب حسابها بسيط جدا وأخمن أنه يمكنكم أن تسموها باللغارتم أو بالرسم وهذا متماثل كما تريد اعتباره لأنه يمكنك بكل سهولة أن تبدل A وB لذا B زائد A تعادل A زائد B يجب أن تحصل على نفس الإجابة وبذلك لقد أوجدنا بسرعة معاملات ثنائية الحدود لA زائد B للقوة أربعة وكان هذا بشكل أسرع مما فعلت في المثال الأخير A زائد B للقوة أربعة ومن ثم أعتقد أنكم قد استوعبتم الفكرة لكن هذا واحد دعوني أكتب بلون مختلف واحد A للقوة أربعة B للقوة الصفر زائد أربعة A تكعيب B للقوة واحد زائد ستة A تربيع B تربيع ومن المنطقي كما تعلمون إن هذا عدد أوسط وكلهما A وB لهما نفس الأس على هذه النقطة ثم زائد أربعة A نقلل من قيمتها بي تكعيب زائد بي للقوة أربعة إذن واحد بي للقوة أربعة وقد كان ذلك سريعاً جداً مقارنة بما فعلناه في نهاية العرض الأخير يمكننا الاستمرار كما تعلمون بالنسبة للخمسة واحد زائد أربعة يساوي خمسة أربعة زائد ستة يساوي عشرة ستة زائد أربعة يساوي عشرة أربعة زائد واحد يساوي خمسة ننزل الواحد إذن هذه هي معاملات امتداد A زائد B للقوة خمسة ولهذا تعتبر طريقة سريعة للقيام بذلك على الرغم من أنه يمكنها أولاً إنها تتطلب مساحة كبيرة ويمكن أن تكون صالحة كما تعلمون للقوة الأعلى القوة الأعلى من ثمانية أو تسعة أو عشرة حتى وإن بدت تكون كبيرة وثقيلة لكن كما تعلمون إنه بالنسبة للقوة الأعلى من سبعة أو ثمانية أو تسعة فيمكنكم القيام بها يمكنكم رسمه بسرعة والقيام بهذا وهو ربما أسرع من حساب كل من معاملات ثنائي الحدود على الرغم من أنك ربما تكون سريعاً في حساب N فوق K وهنا لا يتوجب عليك فعل هذا إذن بهذا دعوني أوضح لكم طريقة أسرع للقيام بذلك وتتطلب قليلاً من الحفظ وهي ستوضح لكم حساب A زائد B للقوة N كما تعلمون إنه مرفوع للقوة 20 ذهنياً استناداً إلى مهارتك في الحساب الذهني إذن هنا تكمن الخدعة وأنا أحفزكم على تجربة سبب نجاحها لكنها تصلح وأعني أنها ليست بخدعة ومثلث باسكال هذا ليس خدعة إن مثلث باسكال عبارة عن طريقة بديلة للتعميم معاملات نائي الحدود أو ما أريد أن أوضحه لكم هو طريقة أخرى لتعميم معاملات نائي الحدود على الرغم من أنها ربما طريقة أسرع لحسابها وهو مشروع جيد لتفكروا بسبب نجاحها إذن سأبدأ بمثال دقيق دعوني أضع X زائد Y بدلاً من A زائد B لذا دعونا نقول X زائد Y مرفوع للقوة 10 هذا سيتطلب يوماً كاملاً إذا أردت أن أضربه ربما سيتطلب من 20 إلى 30 دقيقة دون ارتكاب أي خطأ غير مقصود لإيجاد جميع معاملات نائي الحدود ربما ليس بهذا الطول لكنها ستحتاج وقتاً طويلاً ولرسم ثلث باسكال فإن ذلك يتطلب ورقة كاملة وربما أنني لا أزال أرتكب أخطاء غير مقصودة إذن كيف أفعل هذا؟ ما تفعله هو شيء واحد تعلمه إن هذه تحتوي على 11 عبارة لأنك ستبدأ من X للقوة 10 Y للقوة 0 وستذهب وصولاً إلى Y للقوة 10 فإذا بدأت من 0 وانتقلت إلى 10 فإن هذه 11 عبارة ما أود القيام به هو أن أكتب الأعداد كما تعلمون إنه يمكنكم عد العبارات لا يتوجب عليكم الذهاب وصولاً إلى 11 لكن دعونا نكتب جميع الأعداد وصولاً إلى 11 إذن واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة أحد عشر سأقوم بتقليص حجمهم وسترون أنه لا يجب عليكم المرور بهم وصولاً إلى 11 ربما يمكنكم التوقف على الستة إذن الخضعة تكمن هنا نحن نعلم أن أول عبارة ستكون X للقوة 10 أليس كذلك؟ نحن نعلم أن X للقوة 10 في الواقع نعلم أنها ستكون X للقوة 10 العبارة الثانية ستكون X للقوة 9 ثم تكون X للقوة 8 ثم ستكون X للقوة 7 أقل وضوحاً X للقوة 6 X للقوة 5 X للقوة 4 X للقوة 3 X للقوة 2 X ومن ثم ستكون X للقوة 0 أو 1 دعوني أنتقل الآن إلى Y كان ذلك X للقوة 10 إن هذا ليس لمعاً بما فيه الكفاية أي هذا اللون إذن هذا Y للقوة 0 لا يتوجب علينا أن نكتبه لكن لدينا الآن Y Y للقوة 1 Y للقوة 2 Y للقوة 3 Y للقوة 4 Y للقوة 5 وهذا منطقي هذه هي العبارة الوسطى Y للقوة 6 Y للقوة 7 Y للقوة 8 Y للقوة 9 لا أريد إزعاجكم أي من هذه تعد عبارة منفصلة لا أريدكم أن تعتقدوا أنني أقوم بدربهم ومن ثم يكون علينا أن نجد معاملات كل من هذه العبارات كانت تلك ما حاولت رسمها عبارة عن خطوط فاصلة لم أحاول إزعاجكم أكثر فقط أردت لأنها تبدو كأنها تسير مع بعضها كل واحدة من العبارات التي أكتبها لكنني أعتقد أنكم تعلمون ما أفعل إذن علينا الآن أن نجد المعاملات ومن ثم فإن هذا هو الجزء المنظم نحن نعلم أن معامل العبارة الأولى دعوني أرسم خط فاصل هنا وهنا معامل العبارة الأولى يكون واحد دائما إذن المعامل هو واحد معامل العبارة الثانية سيكون سيكون أس العبارة الأولى ضرب معامل إذن عشرة ضرب واحد تقسيم العبارة كما هي إذن سيكون عشرة ضرب واحد تقسيم واحد أي سيكون عشرة معامل العبارة الثالثة سيكون أس الأكس إذن هو تسعة ضرب معاملها أي عشرة لذا يكون تسعة ضرب عشرة تقسيم العبارة نفسها إذن سيكون تسعة ضرب معاملها أي عشرة تقسيم اثنين إذن ما هو حصل ضرب تسعة ضرب عشرة يساوي تسعين تقسيم اثنين يساوي خمسة وأربعين وتستمر بهذا العبارة الرابعة ستكون أس العبارة الثالثة أي يكون ثمانية ضرب دعوني أكتب هذا بلون مختلف سيكون ثمانية ضرب معاملها ضرب خمسة وأربعين تقسيم العبارة نفسها إذن هي العبارة الثالثة تقسيم ثلاثة حسنا هذا يساوي ثمانية ضرب خمسة عشر وسوف نرى هذا يساوي ثمانين زائد أربعين أي يساوي مئة وعشرين تلك هي العبارة الرابعة ومن ثم اسمح لي أن أرسم هذه الفواصل أعلم أنها تبدو معقدة قليلا وأنا أكتبها بهذا الشكل لكن إذا مارست هذا بشكل كافي سيمكنك أن تكتبه مباشرة والآن العبارة الخامسة ما هي العبارة الخامسة؟ حسنا نأخذ أس إذن سبعة ضرب معامل العبارة الرابعة ضرب مئة وعشرين تقسيم أربعة تقسيم العبارة السابقة أي أربعة حسنا هذا يساوي سبعة ضرب ثلاثين أي يساوي مئتين وعشرة كان ذلك المعامل الخامس ما هو المعامل السادس؟ حسنا حسنا إنه ستة تعلمون أس الأكس ضرب مئتين وعشرة ضرب مئتين وعشرة ضرب معاملها أي ضرب معامل العبارة الخامسة تقسيم خمسة هذا بالنسبة للعبارة الخامسة حسنا ما هو ناتج مئتين وعشرة تقسيم خمسة إنه اثنين واربعين إذن هو ستة ضرب اثنين واربعين أي مئتين واربعين زائد اثنى عشر ويساوي مئتين واثنين وخمسين ومن ثم عندما تصل إلى العبارة الوسطى أي العبارة السادسة وهي العبارة الوسطى سترون أنكم ستبدأون بالعودة إلى الوراء بالاتجاه المعاكس وقد تعلمنا من مثلة باسكال أو أيضا من تعريف نظرية ثنائية الحدود أن المعاملات متماثلة لذا نحن نعلم أن التالي سيكون نفس إذا كانت هي الوسطى إذن نحن نعلم أن التالي سيكون مئتين وعشرة ويمكنك أن تحسبه باستخدام نفس النظام إنها عبارة عن طريقة سريعة للقيام بهذا هذا سيكون مئة وعشرين هذا سيكون خمسة وأربعين وهذا سيكون المعامل للعاشر هذا سيكون عشرة ثم بالطبع فإن المعامل الأخير عبارة عن واحد واحد واي للقوة عشرة فإذا أردت أن أكتب هذا فإن الإجابة هي وإذا وإذا تمرنتم على هذا ستجدون أنه يمكنكم أن تسرعوا إنه إكس للقوة عشرة زائد عشرة إكس للقوة تسعة واي زائد خمسة وأربعين إكس للقوة ثمانية إكس للقوة ثمانية واي تربيع زائد مئة وعشرين إكس للقوة سبعة واي للقوة ثلاثة زائد مئتين وعشرة إكس للقوة ستة واي للقوة أربعة زائد مئتين واثنين وخمسين بالطبع على العبارة الوسطى إكس للقوة خمسة واي للقوة خمسة زائد مئتين وعشرة إكس للقوة أربعة واي للقوة ستة إن المساحة تنفذ لدي لكن أتمنى أنه يمكنكم تقدير ما أفعله وهو منطقي بالنسبة لكم وأتمنى أنكم قد أدركتم أنه إذا كان عليكم ضرب إكس زائد واي للقوة عشرة فإن هذا سيتطلب منكم يوما كاملا ربما سأصمم عرض آخر بمثال أصغر لأوضح لكم أنه أقل تعقيدا عندما تجدون إكس زائد واي للقوة ستة أراكم قريبا